تكتمل فرحتها ولاء الأطفال في شهر رمضان مع توزيع الختامة كما تعرف في محافظة حضرموت وهي عبارة عن توزيع الحلوى والفشار مع ترديد العديد من الأهازي الشعبية التي تضيف نوعا من الفرح لتعلو البهجة وجه الصغار في أوليران وكل واحد من أهل الحياة في هذه الليلة عنده أولاده وعنده بناته وعرفته كل واحد يأعز مرحامه ويتراحمون ويشهرون والليلة الحافة هذه نويرة وما يميز ليار الختائم التي تقام في أغلب مساجد حضرموت إظهار الموروث الشعبي حيث يلتأم الماضي الغابر بالحاضر الجميل عبر لوحات تراثية كإظهار العادات القديمة للزواج في حضرموت عبر موكب الجمال وأخرى مجسدة للحياة قديمة بمختلف أشكالها وعروض للزي الشعبي التقليدي لتعريف الأبناء بموروثهم الأصيل وهذه المرة أضفنا في هذه الختائم لوحة تراثية تعبر عن الزواج قديما وحمد الله صلاحة تكاتف الشباب والآهل دومت هذه الفعالية فبالرغم من الأزمة والظروف الصعبة التي يعيشها اليمن الناتية عن تبعات الحرب فإن ذلك لم يقف عثرة أمام احتفال أبناء حضرموت بالشهر الفضيل وختم القرآن بالفرح والبهجة والسرور من ناحية والمبادرة بإطلاق الكثير من الفعاليات التراثية التي لا تجد نكهتها إلا في شهر رمضان الفضيل من ناحية أخرى حدا مساعد قناة بلقيسة حضرموت ترجمة نانسي قنقر